المدير الإداري للدبلوماسية بلس في بلجكا سيد ستيف جونسون أن العفو الملكي السامي يعكس القيم الإسلامية التي تحث على التسامح وأن هذه اللفتة الإنسانية تساهم بأعدة المشمولين بالعفو إلى المجتمع وتمنحهم فرصة جديدة للمشاركة في مسيرة التطوير الشامل للمجتمع البحريني يعكس القيم الإسلامية التي تحث على التسامح وهذه اللفتة الإنسانية تساهم بأعدة المعفو عنهم إلى المجتمع ويمنحهم فرصة جديدة للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة والتي جعلت منهم قوة فعالة للتقدم فأن جلالة الملك يؤمن بهم كمواطنين فاعلين في المجتمع ولديهم ما يساهمون به وأنهم أفراد لديهم حياة وآمال وتطلعات إنه انعكاس لشعور الأمل الذي شهدته بنفسي في زياراتي إلى البحرين وهو انعكاس لحقيقة أننا جميعا يجب أن نحصل على فرصة ثانية في الحياة أظهرت البحرين مرة أخرى نفسها كقوة للتقدم والاعتدال ومثال أعلى يحتذا به تزويد المعفو عنهم بطرق لإعادة التأهيل وإعادة الانخراط في المجتمع هو أمر إنساني بشكل كبير وتستحق مملكة البحرين الثناء لتطوير برنامج شامل للأنشطة الإصلاحية يضمن معاملة كل فرد وفقا لوضعه الشخصي وظروفه الخاصة والرغبة في التغيير إن العفو الذي أصدره جلالة الملك المعظم بمناسبة العيد يظهر المبادرات الإنسانية العديدة التي تتبناها المملكة في مجال حقوق الإنسان